بالمدرسة العليا للقضاء انطلقت اليوم فعالية اليومين الدراسيين حول مستجدات قانون العقوبات 2024 التي نظمها مركز البحوث القانونية والقضائية وهذا بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا وأكد مائة وثمانون مشاركا من بينهم قضاة ضباط الشرطة القضائية محامون وأساتذة جامعيون كما يشارك عبر تقنية التحاضر عن بعد أكثر من مائتي قاض من مختلف الجهات